السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي اعملين ايه؟ يارب تكونوا بخير معاكم مونة ابراهيم ودي قناتي مونة سكيتشن النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وجميلة وتغيير في نفس الوقت هنعمل بطاطس بالبشامل يارب وصفتنا تعجبكم النهاردة وزا اول مرة تشوفي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو وتشترك في القناة واتفع علي الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض ونسمي الله ونقول بسم الله اول حاجة انا محتاجة البطاطس بتاعتي انا جبتها وقشرتها وقطعتها حلقات بالشكل ده ما تقطيهاش حلقات سميكة انا عايزها حلقات كده وسط مش رفيع قوي ومش تخينة قوي هنجيبها بقى ونحطها في مية سخنة على النور طبعا لازم المية تكون ايه سخنة يعني ما تبقاش المية من الحنفية هنحطها كده في المية خلاص بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك عشان ما تترتش عليك لان هي ترتشت علي هيد الوقتي هنحطها كلها كده في قلب المية تمام؟ وهنسبها في المية السخنة شوية بعد كده هنحط عليها شوية الملح بتاعنا انا عايز البطاطس تبقى ثلاث تربع سوى يعني ما تخليش البطاطس تستلق منك سليء كامل كده كأنها بطاطس مسلوقة عادية وهنهرسها لا انا عايزها ثلاث تربع سوى تمام؟ هنبتدي نحط الملح عليها دلوقتي ما تحطيش الملح في الاول لا احطي الملح كده في النص وهنقلبها كده شوية وهنسبها على النار عايز اقولك ان الاكلة دي جميلة قوي قوي وممكن تعمليها زي وصفة كده جانبية لو عندك عزومة في رمضان ممكن تعمليها تمام؟ كل سنة وانت طيبين ويا رب رمضان يبقى كده خير وسعادة علينا كلنا يا رب اللهم امين هنجيب بقى بطاطس بتاعاتنا اللي على النار وهنحط عليها معلقتين من الزيت اه ما بحبش حط اسامنة وما بحبش حط زيت كتير هو كده معلقتين الزيت كده كفاية علشان تبقى خفيفة شوية ومش تقيلة واحط اللحمة بتاعتي على النار كده وابتدي ان انا ايه اشوحها لحد الملون يتغير او الملون هيتغير ابتدي ان انا احط البصل بتاعي اه وزي ما قلتلك ان احنا ممكن نعمل الوصفة دي اه زي اكلة جانبية كده في رمضان تمام؟ او ممكن ان انت تعمليها لوحدك لو معنديكش عزومة او اي حية ممكن ان هي تتعمل لوحدها كده ممكن بقى تتاكل بمعلقة تغمسها بعيش اه زي ما انت عايزة بس هيطعمها حلو قوي اه بصي كده اللحمة بدأت تتغير معي ولونها بدأ يغير معي بالشكل ده طبعا انا مش هحط اي توابل على اللحمة دلوقتي الا وهي دخلة على السوا تمام؟ انا دلوقتي هجيب البصل بتاعي البصل بقى زي ما انت عايزة ممكن تفروميه في الكبة او تبشريه او تعمليه بالسكينة زي ما انت عايزة انا حطيت البصل اهو بالشكل ده وهقلبها لحد اما البصل هتتبل كده معي شوية هي البصل هتتبل ومش هتشوفيها يعني ما تقلقيش ما تقوليش ان هي كبيرة لا هي هتتبل خالص وهبتدي بقى ان انا ايه اجيب التوابل بتاعتي بعد اما البصلة تتبل التوابل بتاعتك بقى اللي متوافر عندك ما تتأيديش باي نوع توابل يعني دي حاجة اختيارية طبعا انا بحط ملح بتحطي فلفل بتحطي شوية قرفة بحط سبع بغارات بحط بابريكا اي حاجة متوافر عندك حطيها بتدي طعم وريحة حلوة قوي للنحمة المفهومة انا حطيت ملح وفلفل السبع بغارات قرفة ومعلقة بابريكا حلو قوي كفاه كده ما تحطيش حاجة تانية بتدي طعم حلو قوي واحط معلقتين من الصلصة كمان بتدي لوم كده حلو قوي للنحمة المفهومة بسم الله اهو وهقلبها كويس وهسيبها على النار لحد ايه اما تستبي بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده وهسيبها على النار بقى لحد اما تستبي كده خالص وبعد كده اروح اعمل البشامل بتاعي بتاعي ودايما تخليك كده في ذكر الله احنا داخلين على رمضان اه دايما كده وانت وقفة في المطبخ تذكري الله اه تستغفر كتير حاجة جميلة جدا هنعمل البشامل اللي بقى بتاعنا دلوقتي اه انا بحب اعمله على البارد انا هحط الدقيق وحطيت معاه مرأة من مكعب مكعب مرأة حطيت معاه مكعب من المرأة الفورية خلاص وهحط اللبن عليه كده هو بالشكل ده وهقلبه على البارد هقلبه طبعا كويس قوي 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 علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات لحد ما الدقيق كده يروح معايا كده ويتجانس مع اللبن بالشكل ده كده طبعا البشامل اللي ممكن تعمليه بكذا طريقة يعني انا عملته هنا نيف نيف خلاص وهعملته على البارد كده بالشكل ده تمام وهحطه على النار بقى دلوقتي وهكمل على النار بصيه هو بالشكل ده كده هقلبه وهحط اللبن عليه زي ما قلتلك انت ممكن تعملي البشامل بكذا طريقة مش شرط ان انت تعمليه لبن خالص يعني انا دلوقتي عملاب لبن خالص ممكن تعملي نص شربة ونص لبن لو انت عندك شربة ممكن تعملي دقيق انا هنا مش محمرة دقيق ممكن تعملي دقيق في شوية تفحية السامنة تمام برضو بيبقى طعمه حلو قوي دي طريقة ودي طريقة اي واحدة منهم بتبقى جميلة جدا انا هعمله بالشكل ده احط ملح فلفل لو عندك بقى حبهان حطي راشة حبهان بتدي طعمه ريحة حلوين جدا جدا للبشامل البشامل بقى بيحب ايه يتدلع دلعي البشامل هندلعه ازاي؟ اي نوع من انواع الجبن حطيها عليه اي نوع بقى موزرلة شيدر ميكس جبن بقى رومي مبشور نستو اي نوع جبن عندك ممكن تحطيها عليها خلاص؟ بس انا مش هحط دلوقتي الجبن انا هستنى لحدا مقوان بتاعه يتماسك شوية ولازم ايدك في البشامل علشان ما يعملش معيك اي تكتلات كده تمام؟ وانت يوقف على النار كده بتقلبي يعني ما تسبيهوش خالص لانه هو بيكلكع كده تلاقيه في اخر الحلة كده خالص بيكلكع فطول ما انت بتقلبي كويس قوي 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 مش هيكلكع منك بالشكل ده كده لحدا مقوامه يبتدي يتماسك معي تمام؟ طبعا لو احتاج لبن انت بتحطي على حسب بقى كمية اللي انت ايه عامليها بصي كده قوامه بسم الله مشاء الله تحف قوي هبتدي بقى ان انا حط الجبن بتاعتي اللي عندي وحطه عليه انا كان عندي مدزرلة وكان عندي مكس جبن فحطتهم عليه تمام؟ لو عندك نيستو بقى حطيه ما عندكش خلاص لو ما عندكش جبن خالص خلاص ما تحطيش مش مشكلة يعني انا بس بقولك ان هي بتدي طعم حلو قوي وبتدي بتخلي قوامه يبقى جميل جدا هسيبه بقى وابتدي اجيب الادوات بتاعتي بسم الله طبعا انا هحتاج طبعا جبن برضو هجيب البايركس بتاعي وهجيب بقى البشاميل وهجيب اللحمة كل حاجة كده حطها جنبي خلاص وابتدي ان انا ارس البطاطس في البايركس اول حاجة هحط بشاميل انا ما بحطش زيت في الارضية بتاعت الصينية او البايركس بتاعي ما تحطش زيت حطي بشاميل تمام وهبتدي ان انا اجيب البطاطس بتاعتي وهرصها في الصينية بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده كده هرصها كده اهو جميلة جدا جدا وبعدين تحسي بتغيير كمان في الاكل حلو قوي كنت حاجة اقولك على الحقيقة كمان بقيروش عليها شوية كركم يعني وهي كده تمام بعد ما ترسي اول طبقة كده في البايركس تمام حطي رشة كده كركم كده عليها بتدي طعم حلو قوي قوي طبعا انا البطاطس هنا كانت تكسرت مني في عادي ممكن نستخدمها مفيش اي مشكلة بصي شكلها كده هنحطها برضو هنستخدمها مفيش مشكلة خالص بالشكل ده كده وهبتدي ان انا احط ايه شوية مديرلة في النص تمام وهجيب البشاميل بتاعي وهحط كده شوية برضو عايز اقولك طعمها كان فضيع طحفة جدا وهجيب بقى اللحمة المفهومة بتاعتي وحطها بسم الله الرحمن الرحيم ودايما كده خليك في ذكر الله وانتي وقفة في المطبخ هتلاقي نفسك خلصتي اكلك بسرعة وحكتك خلصت بسرعة وطلعت طعمها جميل جدا ايه دي اللحمة المفهومة اهيه حطتها في قلب البايريكس تمام هجيب بقى بشاميل بتاعي هحط كده معلقة من البشاميل بسم الله وهحط معاها البطاطس بقى اخر طبقة في البطاطس ايه هرسطها اهي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انتي بتبقى مسخنة الفرن بتاعك تمام خلي الفرن بتاعك سخن ما يبقاش بارد يعني سخنيه علشان هي مش هتاخد وقت مع حاجة خالص بتستوي بسرعة جدا لان كل حاجة مستوية كده ببصي شكلها بعد مرسية البطاطس هحط بقى البشاميل بقى اخر طبقة بسم الله الرحمن الرحيم هحط البشاميل كله واسويه كويس كده بالشكل ده بسم الله كل البشاميل اللي عندك بقى هحطه دي العشاق البشاميل يعني وانا من عشاق اي حاجة بالبشاميل تلاقييني بحبها قوي ببقى طعمها جميل بصي كده هسويه بقى كده بالشكل ده تمام ما شاء الله كده حلو قوي عايز اقولك لما تعملي حاجة بالبشاميل لما تخليش البشاميل اعلى من البايريكس لانها يفور بيعمل فوران كده وهتلاقيه يوقع برا البايريكس كده ويتحرق فخليت دايما البشاميل اللي بيبقى تحت كده هبتدي بقى ان انا ايه احط الموداريلا بتاعتي واي نوع من انواع الجبن زي ما قلتلك انا حطيت الموداريلا اهيه واحط بقى مكس الجبن بتاعي ده رومي مبشور وشيدر تمام؟ زي ما انتم شايفة كده احطها بالشكل ده هي بتحب الجبن الكتير قوي يعني الاكلة دي بتحب الجبن الكتير قوي بس بيبقى طعمها حلوة في الاخر بصي كده ما شاء الله بصي شكلها كده توحفها بصي بقى شكلها وهي في الفرن انا حطيتها في الفرن ايه هسيبها لحد ما وشها هي حمر شوية اهو بصي كده جميلة جدا ما شاء الله ويا دي شكلها اهو بعد ما طلعت من الفرن عايز اقولك طعمها كان تحفه جميلة جدا اتمنى ان وصفتنا تعجبكم النهاردة وما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو وتشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلي الكل جديد وبالفة انا وشيفة عليكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته